التقى وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوى محسن سنان وناقش معه عدد من القضاء المتعلقة بالشأن الرياضي والشبابي في المحافظة واخلال لقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة بعدا وحضره وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي وكيل قطاع التخطيط ونظم المعلومات وجدان الشعيبي أكد الوزير البكري على المكانة التي تحتلها شبوى وبما تمتلكه من إرث رياضي وشبابي كبير مشيدا بجهود السلطة المحلية في المحافظة بقيادة المحافظ عواظ بالوزير ودعمه لمختلف الأنشطة والفعاليات المقامة فيها كما أشهد بالنجاح الذي حققته بطولة الجمهورية للنخبة في لعبة الشطرنج والتي اختتمت مؤخرا في شبوى ووجه البكري باستكمال ما بقي من أدوات خاصة بالألعاب الرياضية في صالة الفقيد عادل الأعسن بعاصمة المحافظة عتق وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ مشروع تعشيب ملعب نادي طليعة حبان وإنشاء مركز لتأدريب وتأهيل الشباب في المحافظة حثا على ضرورة توريد الإيرادات الخاصة بصندوق رعاية الناشئ والشباب بمحافظة شبوى ليتسنى للوزارة دعم مشاريع البنى التحتية فيها من جانبه ثمن مدير مكتب الشباب والرياضة في شبوى محسن سنان ثمن وقوف الوزير البكري إلى جانب رياضة المحافظة وأنديتها ومؤكدا أن المحافظة بحاجة إلى دعم مشاريع البنى التحتية لتواكب الحراك الكبير للنشاط الرياضي والشبابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة